أهلاً أحبائنا مشاهدينا بحب أقدم ضيف الحلقة وهو لأول مرة معنا على برنامج ليكن نور برنامج بث مباشر على القناة الفضائية قناة الحياة وفيك تشوفون على الصفحة أيضاً وعلى اليوتيوب طبعاً أخوي أشرف هو صديق قديم غالي صديق عزيز رجل أعمال في كندا وحاز على شهادات كثيرة ولكن يعني هو أيضاً حائز على شهادة اللهوت في دكتوراه في اللهوت وعاوزين طبعاً نسأله بعض الأسئلة في هذه الحلقة هو يمكن ضيف لأول مرة ولكن هو أخ عزيز يؤمن برسالة وإرسالية ليكن نور وبرامج نور لجميع الأمم دكتور أشرف أهلا وسهلا فيك أنت معانا على الهوى أسيس نصاري يسعدني وشرفني أن أكون معاك أنت عشرة عمر طويلة وأنت علمتنا كلنا الميديا تشتغل إزاي حبيبي بالفعل بصماتك على الميديا المسيحية العربية محفورة في قلوبنا ومحفورة في عقولنا وكلنا بنحاول نطلع عليك ونبقى زيك لكن الرب يدينا نعمة نحن نتكلم ونتواصل ورد على الأسئلة قبل ما أبتدي بالأسئلة حتى طبعا جمهورنا يعرفك أكتر أخ أشرف أنا راح أدريك أخ أشرف لأنك أنت صديق وغال علي يعني يعني إلي ما بيعرفك أنت أنا اللي بعرف أنك أنت رجل أعمال وعندك شركات ولكن إيه الاهتمام يعني إيه اللي برغم كل مزاحم الشغل أنك تروح تدرس لهوت تأخذ دكتوراه في اللهوت حتى تخدم الرب إحنا كلنا بنشتغل وده الشغل بتاعنا ده اللي بنكون منه عيش زي ما كان بوليس بيعمل خيام لكن شغلتنا الأساسية إن إحنا نكون في عمل الرب فعشان أكون في عمل الرب وأكون على مستوى العلم اللي بيتطور كل اللاحظة والتكنولوجي فدخلت ودرست وخدت ماجستير في اللهوت وخدت دكتوراه في اللهوت وخدت ودرسات كتابية عشان أقدر أكون لما أقولي الكلام يكون الكلام طالع مدروس مفهوم على مستوى التفكير الجديد وتفكير العقل اللي تطور بشكل غير عادي في آخر مئة سنة أسرع من كل عمر الإنسان فعشان كده ده اللي خلاني أدرس اللهوت وأدرس الكتاب مقدس عشان لما نقدر نقول الكلمات نقول الكلمات نستطيع أن نحن نواجه ونتكلم بأمانة وبصدق وبحكمة للناس اللي ما تعرفش يسوع وللناس اللي تحب تعرف عن يسوع أكتر نقدر نديهم المعلومات الصحيحة الدقيقة حسب الكتاب المقدس الموجود مش حسب مخيلاتنا ولا تفكيرنا ولا حتى أفكار آخرين